يوم عثر على جثة ولد المعراف في اطراف قرية ولد كاك لم يساور احدا من اهلها شك في ان الفاعل هو عبد الواحد الخزاني كثيرون من بينهم كانوا شهودا على مواجهة ساخنة بين ولد المعراف دوسلهام وعبد الواحد الخزاني يقولون ان تلك المواجهة هي اصل العداء الذي قام بين الاثنين ذاك الخميس الثاني والعشرين من اكتوبر من العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف تقول رواية المتداولة بين سكان القرية ان احدهم جاء الى عبد الواحد بينما كان في مقهى القرية وابلغه بان ولد المعراف اعترض سبيل شقيقته وعاكسها نهض عبد الواحد من مكانه دون ان يسأل من جاءه بالخبر عن اي تفصيل مضى جهة البئر كان ولد المعراف هناك تقدم منه وصفعه بقوة الذين حضروا منهم ذاك الذي جاء بالخبر الى عبد الواحد ايقنوا ان حربا حقيقية بدأت لم يجرؤ احد من قبل على التصدي لولد المعراف او تحديه اهالي القرية يتحاشونه ويتقون شره مع مرور الوقت صار الرجل الثلاثيني المغرور ببنيته القوية يظن ان لا احد يقدر عليه البئر مكان يلتقي حوله اهالي الدوار كبيرهم وصغيرهم نساؤهم ورجالهم ها هو ولد المعراف يصفع امامهم اليوم ما اجج غضبه اكثر ان عبد الواحد الذي لا يكاد يسمع له صوت في القرية ظل واقفا امامه في تحدي غير مسبوق من وقوف في اماكن خلف عبد الواحد جاءت ضحكات مستفزة لم يدم تريث ولد المعراف سوى تلك اللحظات التي استوعب فيها ان الذي امامه صفع وانه لم يكن في حلم تقدم نحوه وامسك بثيابه اوقعه ارضا كان كثير من زبناء المقهى قد وصلوا لما علموا بتلك المواجهة لعل فيهم من ينتظر من سيغلب ليعلن له ولاءه او ليعيد ترتيب اوراقه حاول عبد الواحد ان يقاوم وجه بضع لكمات جهة وجه ولد المعراف الذي استطاع ان يجلس على صدر عبد الواحد كان اللكم والصفع وفي دقائق معدودات صار عبد الواحد بلا حراك على الثرى وقد اتسخت ملابسه بالوحل لما انصرف ولد المعراف تقدم رجل من القرية ونضح وجه عبد الواحد بالماء كان الدم يغطي وجهه بحاجبه الايمن جرح ينزف بينما بدأت تظهر الكدمات حول عينيه زرقا ساعده الرجل على الوقوف واوصله الى منزله منذ اذن لم يعد عبد الواحد يأتي الى المقهى عاده بعض من اصدقائه القلائل ثم علم انه وجد عملا في سيد سليمان واستقر هناك رفقة والدته وشقيخته تلك التي حاول ولد المعراف الاعتداء عليها مرت ثلاث سنوات على تلك الوقائع التي كانت معركة اكد فيها ولد المعراف سطوته وقوته خاب امل الذين كانوا يودون لو ان عبد الواحد لقنه درسا ولم يكون قلة في مطلع اكتوبر من العام واحد والفين جاء عبد الواحد الى القرية يريد ترتيب موسم الحرث مع شريك له هناك وقد لاحظ الذين التقوه ان بنيته الجسمية تقوت وانه صار شابا مهابا اسر لاحد اصدقائه القدامى بانه منذ ان استقر في سيد سليمان صار يتردد على ناد للرياضة الكاراتي وقال لشخص اخر انه يرتب عودة قريبة الى الدوار ليأخذ بثأره من ولد المعراف في شتاء ذلك العام في التاسع من يناير اكتشف احد المزارعين جثة في ساقية على جانب الطريق على بعد كيلومترين من الدوار وسرعان ما تبين انها جثة بوسلهام ولد المعراف سرى الخبر في الدوار وكثرت الروايات وتباينت وقيل انه كان مذبوحا وقيل انه شنق حتى الموت وزعم احدهم انه كان مكبل اليدين والرجلين لا شيء من ذلك ورد في تقارير الدرك ولكن تقرير الطبيب الشرعي رصد كسرا بمؤخرة الجمجمة ورجح ان يكون نتج عن سقوط على حافة درجة سلم او عن ضربة قوية صوبت بدقة واحكام الى المكان الثرثارون من اهل الدوار قالوا انهم لا يرون قاتلا لولد المعراف غير عبدالواحد الخزاني ونقل احدهم لمحققية الدرك ما سامعه بشأن نية عبدالواحد العودة الى القرية لينتقم في الشهادات التي استقاها رجال الدرك ورد ذكر لوقائع تلك المواجهة الساخنة بين ولد المعراف وعبدالواحد كل الشهادات والاقوال تقوي الظن بان عبدالواحد انتقل الى الفعل وانتقم غير ان لا احد رآه في الدوار منذ اكتوبر قال صاحب المقهى ان ولد المعراف جاء الى المقهى عصر اليوم الذي سبق اكتشافه ميتا على بعد كيلومترين من القرية وانه كان سكرانا جلس الى مجموعة من الرجال كانوا يلعبون الضامة ظل صامتا ولعله تبادل بضع كلمات مع احدهم ثم انصرف ما لا يمكن استثناؤه من الفراضيات ان يكون عبدالواحد جاء الى القرية وانتقم من ولد المعراف وقتله والقى به حيث تم العثور عليها كان ذلك يقتضي ان تكون له سيارة او ان يكون استدرج ولد المعراف الى ذلك المكان البعيد عن الانظار لما طرق المحققون باب عبدالواحد في دوار الورقة لم يجدوه قالت امه انه سافر الى الدار البيضاء قبل ثلاثة اسابيع ثم سألها الباحث ان كانت علمت بمقتل ولد المعراف قالت انها لا تعلم ثم بعفوية لا تخفى اضافت ان كان قتل فقد استراح منه الدوار ثم لما سألها الباحث حكت له قصة محاولته الاعتداء على ابنتها والمواجهة التي وقعت بينه وعبدالواحد والتي كانت سببا في رحيلها واسرتها الى سيد سليمان عاد عبدالواحد بعد اسبوع وجد في انتظاره استدعاء من مصلحة الدرك في سيد سليمان وقد حكت له امه عن زيارة ذلك الباحث وعن مقتل ولد المعراف كل ما قاله ان ذلك الوغد نال ما يستحق تصر عائلة ولد المعراف على ان قاتل ابنها هو عبدالواحد وتترقب لحظة القبض عليه وقد فوجئ عبدالواحد غدا تستئنافه عمله في سيد سليمان بوجود شقيق لولد المعراف في باب المعمل لم يكن لديه ادنى شك في انه جاء يترصده لانه يظن انه من قتل شقيقه بوسلهام تراشع عبدالواحد الى الداخل وغادر المعمل من باب ثانوي ابلغ والدته بان اولاد بومعراف يلاحقونه وانه قرر الاختفاء على الانظار لبعض الوقت في الغد جاء الذي كان يترصده في باب المعمل يسأل عنه في البيت صرفته امه دون ان يحظى منها بخبر على مدى الايام الثلاثة التي تلت شاهدته يحوم حول المنزل كان عبدالواحد مترددا في الحضور الى مركز الدرك لعله كان خائفا من ان يقبض عليها يعلم ان اهل قريته يأتون الى سيد سليمان لشراء معدات فلاحية وادوية واشياء اخرى يريد ان يعلم تفاصيل مقتل عدوه الاول ولد المعراف ثم ذات ضحى بينما هو في وسط المدينة بصر بذلك الذي جاءه بخبر تحرش ولد المعراف بشقيقته اسمه مختار ولكنه يعرف بكنيته عتريس مشى نحوه ولما كان على بعد خطوات منها ناداه عتريس يعلم ان لا احد يعرف كنيته تلك الا اهل القرية التفت وما ان رآه حتى صاح عبدالواحد عنقه بحرارة دعاه عبدالواحد لشرب كأس شاي في مقهى قريب بدى سعيدا لمقتل ولد المعراف وقد اسرف في نعته بشر نعود والتذكير بما كان يمارسه على الضعاف من سكان الدوار من ظلم واعتداء ظل عبدالواحد ينصت صامتا علم من عتريس ان ولد المعراف مات سكرانا قال انه امضى ليلته الاخيرة في منزل بدوار مساعدة دنى منه وكأنه يريد ان يخصه بسر لن يعلمه احد غيره ثم قال كان في جلسة حضرتها فتيات جاء بهن من سيد سليمان كنت اعرف احداهن وقد اخبرتني بانها ستمضي تلك الليلة مع ولد المعراف اضاف انها اسرت له بانها ليلته الاخيرة وهل كان لديها حساب معه لست ادري قال عتريس لعله لم يرغب في الذهاب ابعد من ذلك ثم سأل عبدالواحد ان لم يكن سعيدا بنهاية ذلك الوغد لقد نال جزاءه لم يضف اليها عبدالواحد كلاما اخر الذي يعلمه قلة من اهالي الدوار ان عتريس مختار كان يقرب الى ولد المعراف من جهة امه كان ابن خال له وقد توفي والده ولما يكن هو قد تجاوز السنتين ثم تزوجت امه وتاه في صباه بين بيوت الاقارب ولما بلغ سن الرشد مضى ذات يوم الى عمته امب سلهام يطالبها بنصيب فيما يرثه عن والده سوفت عمته وماطلت ثم ماتت ولم يحصل على ما يريده ثم جاء يوم فاتح فيه ولد المعراف في ذلك الموضوع فكان نصيبه ان ضربه حتى كاد يزهق روحه منذ اذن لم يعد عتريس يحدث ذكرا عن نصيبه من الارث قليلون هم الذين كانوا يعرفون تلك القصة ولكن المحققين في مقتل ولد المعراف صاروا من الذين علموا بها بعد بضعة ايام تم القبض على عتريس ولقد استغرب الناس في القرية ان يكون ذاك البئيس متورطا في قتل ذاك الذي كانت تهابه القرية فوصل المحققون الى انه كان مع اثنين اخرين على متن سيارة رصدت في اطراف القرية ليلة ثامن الى التاسع من يناير وقد اتضح انهم حملوا على متنها جثة ولد المعراف بوسلهام والقوا بها هناك في تلك الساقية اعترف عتريس انه اغوى واحدة من تلك الفتيات اللواتي جيء بهن من سيد اسليمان بدس سم قاتل في كأس ولد المعراف التحق بها في ذلك المنزل بعد ان ايقن ان الخمرة قد لعبت بالسمار ولما ابلغته بانه فقد وعيه دلف الى الغرفة التي كان فيها كان مستلقيا على وجهه ضربه بقوة على مؤخرة رأسه بعصى غليظة لما مات بدى صاحب المنزل في حيرة فكان ان وسوس له عتريس بان يحمله ويلقو به في اطراف قريته يعترف للمحققين انه ما اشار بذلك الا ليقينه بان اصابع الاتهام ستشير بلا تردد الى عبدالواحد الخزاني ظن انه كان قد اتخن الفخ لما اشعل فتيل العداوة بينهما حين جاء عبدالواحد بنبأ تحرش ولد المعراف بشقيقته